أقامت الطائفة الإنجلية الاحتفال الرسمي بعيد القيامة المجيد وذلك بكنيسة مصر الجديدة الإنجلية تضمن برنامج الاحتفال الصلاة الافتتاحية ومجموعة من الترانيم بحضور رئيس الطائفة الإنجلية في مصر الدكتور القصة أندريزاكي وقيادات الطائفة والضيوف والمهنئين من قيادات الدولة والشخصيات العامة جاين نقول للأخوة الأقباط كل سنة وهم طيبين بمناسبة عيد القيامة نسأل الله عز وجل أنه يديم علينا الأخوة والسلام وأن ينعم على أمتنا بالاستقرار دائماً اللهم أمين نحن المصيرين كلهم ونقول يا رب يجع لأيام كل مصر كلها أفراح ويبعد عن العالم الحروب والحاجات الصعبة اللي احنا بنشوفها دي طبعاً كل سنة وأخواتنا الأقباط بخير بمناسبة عيد القيامة المجيد احنا بنستغل هذه المناسبات أن نتبادل التهاني ونشارك بالحضور وبكل أنواع المشاركة ده بيعبر عن أن نحن نسيج واحد ومصر بلد المواطنة والحقوق بين المواطنين جميعاً متساوية والحقيقة يعني أنا شخصياً مواظب على حضور المناسبات الدينية لأن يعني بتجمعني بالإخوة الأقباط يعني علاقات طيبة كل سنة وكل المصريين طيبين في أحسن صحة وفي أحسن حال بنتمنى أن بركة أيام العيد تعم على كل المصريين في كل ربوع مصر واللي يهمنا أكتر وأكتر أنها تعم على كل فقير وعلى كل مريض على كل مسكين على كل واحد في مشكلة أو في تعب تكون الأيام ديت أيام بركة أو تكون سبب لفك كربو أو ديئو وأن كل العقلات المصرية تعيد بفرح وسعادة ترجمة نانسي قنقر